خلونا أولاً نفتكر حصل إيه في الأودشنز وإزاي الثلاث شركات دي المتخصصة في الأجري تاك قدرت إنها توصل هنا للبرنامج في حلقات الأودشنز الشركات المتخصصة بتطوير التكنولوجيا الزراعية اتسابقوا على الجرين ليف من بنك الطعام جوا في لجنة الأودشنز في دكتور محمد كرماني ده بيمثل بنك الطعام يعني لو الشركة بتاعتكو عجبتو هيديكو الجرين ليف أو الورقة الخضرة دي معناها إن انتو لو جيبتو أقل من 50% وطلعتو من البرنامج لو اداكو الورقة الخضرة ممكن تتنفسو في الحلقة بتاعت بنك الطعام الورقة الخضرة دي ممكن تتخذ منكو عادي جداً لأنه هم مش بينقوا غير ثلاث شركات بس إن أنا أروح للفلاحة أتكلم معاه أو الفارمر أقول له إنه هو أنت مثلاً أرض الزراعية بتاعتك دي أنا إنت عايز مثلاً إني عايز تطور فيها عايز تزود الإنتاج بتاعك فإزاي تقدر تزود الإنتاج ده؟ ده بالنسبة لنا إحنا في البنك إنشيسلين جداً هياخدوا الجرين ليف؟ إيه؟ خدوا الجرين ليف؟ أنا مهندس عمر عبداللطيف في مؤسس الشتلة وعن طريق الزكاة الالصناعي بنقدر نرشح للمزارع مسلزمات الإنتاج اللي هي معتمدة وموصوق فيها الجرين ليف جات إنتوا معانا إنتوا معانا يا جماعة معانا مهندس فاتحيم، مهندس مصطفى، مهندس محمد، إحنا مهندسين زراعين، تيم أجري فيزيتا ما ظهرتش على علامة الجرين ليف جود لك أنا اسمي وليد نصر من محافظة سكندرية، مؤسس منصة زرعي إنت حاجة بتعمل مع إيه بقى؟ بيدخل بيانات المحصول، بيدخل بيانات الأرض إنتوا أجري تاك، يعني في احتمال إن إنتوا تاخدوا الجرين ليف وأخدوا الجرين ليف كمان جريم ليف، سقفة كمان جريميز يا جماعة سقفة كمان جريم ليف، فاضر محمد حافظ النباتك، إحنا وصلنا إلى خط الفقر المائي الحاج معدل الفقر المائي ألف متر مكعب، إحنا وصلنا أقل مش تميسة مكعب هو رقم كبير، بس للأسف أنت مش معانا مؤمر من فريق جريم هاوت، جاء نهار دا أكلامكم عن مشكلة كبيرة جدا في مصر وهي مشكلة العلافة للأسف أنت مش معانا، بس هذا ذكر عالي بما أن شتلى انسحبوا، فالجرين ليف بتاعتهم كمان انسحبت فده معناه أن فورمتوبيا اللي هو المتسابقين اللي جايين في احتمال كبير جدا أو الله أعلم أن بنك الطعام يدوم الجرين ليف فورمتوبيا هي شركة زلعة بقيقة والزلعة زيتية تتحكم بأجهزة إنترنت للأشياء الاطماتيكية شركة مزارع هي شركة تكنولوجيا زراعية مالية نعم منبهي، لكن فإضافة أنت اخذوها فارمتوبيا للأسف كده طلعوا لأنه هما كان معهم الجرين ليف وتسحبت منهم وتسحبت منهم وراحت لمزارع وهما كانوا أقل سكور ممثل بنك الطعام اختار تلت شركات بس علشان يديهم الجرين ليف علشان يتسبقوا في حلقة خاصة لمشروعات تطوير الزراعة في مصر منافسة قوية فاز فيها زرعي ومزارع وسمارت أجريكولتشر يترى مين فيهم هيفوز بعقد بنك الطعام النهاردة شكرا